أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيد محمد بفتح تحقيقات معمقة بغرض معرفة ظروف ملابسات الحادثة المؤلمة التي وقعت خلال حفلة الفنان العالمية رأوف دراجي المعروف بسول كينغ المنظم ليلة أمس الخميس بملعب 20 أوت ببلوزداد في العاصمة والذي أدى بوفاة خمسة أشخاص من بينهم فتاة لا تتعدى 13 سنة حيث تنقل وكيل الجمهورية بمحكمة سيد محمد إلى مكان الحادث رفقة عناصر الضبطية القضائية أين أمر بفتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة